إلى مواطنين بريطانيا بالذات زمان كنت لما تدخل على الدكتور كان يسألك شو معك أمراض عمرك دخلت مستشفى عمرك عملت عملية اليوم لازم يسألك حضرتك حامل ولا لا انت تكلم جاد عمر ما تخيلت ولا في أسوأ كوابيسي إن أقرأ خبر مثل هذا السبب إنه واحد من المتحولين دخل إلى مستشفى في بريطانيا ولسبب ما الطبيب كتب له صورة أشعة طبقية فبعد ما صوروا الصورة الطبقية اكتشفوا إنه عنده رحم والأخ حامل فكان متحول من ذكر إلى أنثى ومش مخبر الدكتور بعد هيك ألزمت لقابة الأطباء في بريطانيا جميع الأطباء في البلد إنه أي واحد بيجيك سواء كان ذكراً أم أنثى بديك تسأله حضرتك حامل ولا لا تخيل يجينا واحد طول بعرض من هذول تبعون كمال الأجسام وسألوا أنت حامل ولا لا بتحب تصلوا علي في أي جامع هذا طلع مش بس القذاف اللي مأجر الطابق الفقاني في ناس كثير معتيها معلومة للإخوان في مصر كلمة أحى في الأردن مش عيب فبقدر أقول أحى ثب أحى ثم أحى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر